هل حقا شركة جوجل تقوم بالتجسس علينا؟ هل حقا تعرف كل ما نفعله في حواسبنا وهواتفنا؟ في هذا الفيديو سنجيبك على كل التساؤلات جوجل هي شركة أمريكية متخصصة في مجال الإعلان المرتبط بخدمات البحث على الأنترنت وإرسال رسائل بريد إلكتروني عن طريق الجيميل واختير اسم جوجل الذي يعكس المهمة التي تقوم بها الشركة وهي تنظيم ذلك الكم الهائل من المعلومات المتاحة على الويب مهمة جوجل هي جمع معلومات العالم وجعل إمكانية الوصول إليها ممكنا من جميع أنحائه وجعلها مفيدة للجميع كذلك أما الإفادة في حلقتنا لهذا اليوم فهي الإجابة عن السؤال التالي هل حقا جوجل تجسس على المستخدمين؟ نحن كمستخدمين للأنترنت نمر من محرك جوجل لعدة مرات في اليوم وهذا شيء طبيعي هنا مستخدم الأنترنت قد يصادف أمرا يبدو عجيبا لدينا هنا أحمد يتصفح الأنترنت باستمرار مر من محرك جوجل لكي يبحث عن هاتف ليشتريه قام بالبحث لفترة وأغلق المتصفح وذهب لكي يشاهد برنامجا على اليوتيوب تفاجأ بوجود فيديوهات خاصة بالهواتف أمامه لم يعر الأمر اهتماما كتب اسم البرنامج في خانة البحث وفتح الفيديو لكي يشاهد برنامجه المفضل لكن ما حدث بعد ذلك كان أعظم لقد ظهرت له إعلانات تتحدث عن بيع الهواتف هنا لا بد أن نقترب من موضوع العرض والطلب شركة جوجل كأي شركة لها زبناء ولا بد أن تعطي لزبنائها ما يطلبون لكن لماذا ظهرت لأحمد إعلانات وفيديوهات تتحدث عن الهواتف وكيف حصل ذلك سوف أجيبك على السؤال بمثال سوف نجعل جوجل كمقهى أو مطعم أنت عندما تذهب إلى المطعم تجلس في الطاولة ويأتي النادل لكي يطلب منك ما تريد النادل في المطعم هو جوجل يدون الطلبات ويعرف الزبائن لدرجة أنه يعرف من يشرب القهوة ومن يشرب الشاي ومن لا يشرب شيئا تهيي الستربيا من هدل من بر إذن ببساطة جوجل يسجل عنده كل ما نبحث عنه والغرض من ذلك هو تسهيل البحث على الزبناء وكذلك الربح من الإعلانات مثلا عندنا حمو كيدخل يتفرج في روتيني اليومي را غاديلقى غير روتيني اليومي قدامه إعلانات قريبا لدكشي وعدنا وائل كيدخل يتمزك غاديلقى قدامه غير مزيكا وعدنا السعج جليل بغي تزوج هايلقى قدامه غير حشابي عفتي ودردشا وزواج إلى آخره زوينا هذه القضية هناك خاصية تسمى جوجل ترينت هذه الأخيرة تتيح لك معرفة كل الأشياء التي يبحث عنها المتصفحون في بقاع العالم حسب المناطق لا داعي للدخول في التفاصيل فالأمر واضح يا ربي من القوش روتيني اليوم هو اللول في المغرب دبا من هذا الشي كامل خاصنا ننسى وقضية تجسس ونركز على قضية توزيع الفيديوهات والإعلانات على حسب كل دولة وشنوك يطلبون الناس ديالها وقيل دبا فهمتي وعلى شتفها والفيديوهات تفها دير البوز بلادنا رأى هذا هو المشكل ولكن رأى جوجل ماذا رسعيب صنفتنا على دك شي اللي كنستهلو ودك شي اللي كنشجعو أنت أو أنت اللي كتسمعوني دابا نبدو من رأسنا ما نشجعوش تفها نزيدو بلادنا القدام نحاولو ننقيو الويب ديالنا كي الناس اللي تسح قدام ودك جيم ولا بارتاج ولا كومنتر اللي بين يديك رأى أمانة وبإمكانها تغير ما صار ديال الويب ديال دولة كاملة إلا فهمتيني وفهمتيني شنو كان قصد بارتاجي معايا نديرو اليد في اليد شكرا شكرا